الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تعزيز الاستثمارات المصرية في الدول القارة الأفريقية في العديد من المجالات وخاصة الاستثمار الزراعي جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين وصراح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تنأول جهود الدولة في تطوير التعاون الزراعي مع القارة الأفريقية بما يتصق مع التواجه لدعم آليات التكامل الإقليمي وزيادة مرونة القارة أمام التقلبات الاقتصادية الدولية والاستفادة من الأدوات القارية لتعظيم الاكتفاء الذاتي بالقارة وحماية الأمن الغذائي حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة على أكثر من جبهة وشدد الرئيس السيسي خلال استقباله وزير خارجية اليونان جورج جراباتريتس على ضرورة نزعفة للوضع المتأزم الحالي من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بما يضمن تخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع وأكد الرئيس السيسي أن مصر ستستمر في بذل كل الجهود الممكنة لتقديم الدعم لأهل القطاع وإغاثتهم والعمل على تهديئة الموقف استشدى 19 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخر في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح ذنوب قطاع غزة كما استهدف الاحتلال بالغارات والقصف مخيمي المغازي والبريج وسط القطاع مما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين في معارك غزة مما يرفع عدد قتله إلى 529 منذ بداية العدوان في أكتوبر الماضي اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من محوريها الشرقي والغربي واعتقلت العديد من الفلسطينيين كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري في محافظة رامالة والبيرة بعدد من الآليات وفي طول كرم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بلعة وذاهمت العديد من المنازل أعلنت القيادة الأمريكية المركزية أن مسيرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن ضربت سفينة مملوكة للولايات المتحدة في خليق عدن وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنه لم تقع إصابات قراء الهجوم الحوثي إلا أن هناك تقارير عن بعض الأضرار يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه مصادر يمنية أن طائرات أمريكية وبريطانية استهدفت عددا من الأهداف للحوثيين بمحافظات الحديدة وتعز وذمار والبيضاء وصعدة تعقد المحكمة الدستورية العليا السبت المقبل مؤتمرا صحفيا عالميا بالتزامن مع مرور عشرة أعوام على صدور دستور 2014 وينعقد المؤتمر الصحفي بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة للحديث عن قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستجدات من أحكام دستور 2014 بحضور كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام فضلا عن حضور أعضاء لجنتي العشرة والخمسين وضع الدستور أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة السابعة والعشرين من قوافل سترو عفية لأهالي قرية كفور التابعة لمركز كومومبو بمحافظة أسوان بمشاركة 17 كيانا من كيانات التحالف لتقديم خدماتها لأكثر من 15 ألف مستفيد وأكد بيان التحالف أن القافلة تقدم حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين حيث تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج وكذلك تركيب الأجهزة التعويضية وحملات توعوية بكرت الخدمات المتكاملة لذوي الهمام كما تتضمن القافلة حملة ترق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ضمن مبادرة خيرك سابع للتحالف ورياضيا يلتق اليوم منتخب مصر مع نظيره غانا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2023 وفي تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أكد المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم روي فيتوريا أن مباراة غانا ستكون صعبة مشيرا إلى أن المنتخب يعلم ما يجب عليه أن يفعله وكان المنتخب الوطني قد تعادل أمام موزنبيق بهدفين لكل منهما في الجولة الأولى بالمجموعة انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل